موسيقى نضم إلي بالستوديو رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في شركة ايكوتي جروب رائد أهلا بك ما فينا نتغضى النظر على موضوع استمرار ارتفاع الدولار بهذا الشكل هل منتوقع المزيد من الارتفاعات وعلى أساس؟ طبعا الدولار الأمريكي أداء ملفت وقوي جدا مزيد من الارتفاعات اختراق مستويات التسعين بسهولة الآن فوق رابط مستويات التسعين لمؤشر الدولار الأمريكي أمام مسألة من العملات حقيقة العوامل الداعمة لقوة الدولار الأمريكي نوعا ما قوية وتمتاز به صفة أنها على المدى المتوسط إلى الطويل نوعا ما وذلك يدعم عودة الدولار الأمريكي لمزيد من الارتفاعات وربما نشهد مستويات لأربعة وتسعين لمؤشر الدولار الأمريكي في فترة قريبة لكن إجمالا الضغط حاليا يأتي من إمكانية أن يكون هناك تم مماطلة أكبر في عملية رفع أسعار الفائدة في الفترة القادمة أو أن يكون هناك الذين رفع في الاجتماع القادم يعزز من قوة الدولار الأمريكي غياب المخاوف الجيوسياسية والتوترات الجيوسياسية إجمالا عزز أيضا من قوة الدولار الأمريكي ونقطة إضافية مهمة وهي عوائد السندات الأمريكية التي تستقر حاليا فوق مستويات 3% ويعني تجاوزت الحاجز النفسي الذي كان عند مستويات 3% وتتجه لمزيد من الارتفاعات طبعا ذلك يعزز الطلب على الدولار الأمريكي بنتيجة ارتفاع عوائد السندات الأمريكية طبعا نتحدث هنا وذلك يعزز إمكانية أن يستمر الدولار الأمريكي بالارتفاع على الأقل حتى الاجتماع القادم الذي من المتوقع بشكل كبير أن تكون نتيجته رفع لأسعار الفائدة وبالتالي تستمر سيناريو قوة الدولار الأمريكي واستغلال ضعف العملات الإضافية أو العملات المقابلة على رأسها اليورو الذي يتراجع في الفترة القادمة هنا حوقفك عند اليورو اليورو الآن هو قريب جدا من مستويات المتدنية اللي شفناها يوم الجمعة بداول عندنا مستوياته منذ ثلاثة شهر ونصف على خلفية بالطبع بعض الأرقام الاقتصادية الضعيفة أين نرى اليورو يتحرك؟ حقيقة المستويات الـ 1.20 نعتبرها مستويات دعم مهمة جدا بالنسبة لليورو جمالا ولكن أمام الدولار الأمريكي إضافة إلى نقطة مهمة جدا اللي هي اليورو كان قد انخفاض اليورو مرده إلى قوة في الدولار الأمريكي ومثل ما ذكرت البيانات المتراجعة التي صدرت من ألمانيا أو بالفترة الماضية والتي تعزز بشكل كبير أو الأسبوع الماضي كانت هذه البيانات تعزز بشكل كبير أن المركز الأوروبي ليس مستعجل في عملية رفع أو تشديد سياسة النقدية والإبقاء على السياسة التحفيزية بالتالي يورو ممكن أن يكسر الـ 1.20 وبالتالي تراجعات أكثر حدة تركيز المستثمرين الآن يتجه بالطبع لأرقام التوظيف التي تصدر نهاية هذا الأسبوع ما هي التوقعات وهذا خلينا نشوف أيضا دفعة للدولار حسب الأرقام لحيثم الإعلان عنها مثل ما ذكرتي تماما دفعة إضافية ودعم جديد لأداء الدولار الأمريكي فيما إذا كانت البيانات ومن المتوقع أن تكون البيانات إيجابية نوعا ما خصوصا بعد القراءة المتراجعة بعض الشيء التي كانت في الشهر الماضي بالتالي من المتوقع أن يكون هناك أولا قراءة على من المتوقع بالنسبة لهذا الشهر وتعديل بإيجابية بعض الشيء للقراءة السابقة طبعا البيانات الوظائف تعود مجددا لأنه نحن بنعرف في الاقتصاد الأمريكي الآن أصبح اقتصاد موجه بالبيانات يعني كلما صدرت بيانات إيجابية يتعزز الأداء إجمالا للدولار الأمريكي فأي بيانات إيجابية تدعم أداء الدولار الأمريكي بشكل أكبر وبالتالي هدفنا الـ 94 يصبح أكثر قربا كمؤشر للدولار الأمريكي خلال الفترة الحالية أسعار النفط هل تتوقع أنه وصلت لمستويات يمكن أن نعرف فيها استقرار ولا فيه تقارير بتتحدث أنه ربما نشوف أرقام أكبر من اللي نشوفه الآن على شاشة التداول تماما هذا هو الواقع النفط من المتوقع بشكل كبير أن يواصل الارتفاعات بشكل أكبر العلاقة لم تعود عكسية مع دولار تماما لأنه في عنا اتفاق عنا في عنا فريق يسعى إلى تحقيق التوازن في السوق النفطي وبالتالي دعم أسعار النفط كلما عادت للتراجع بعض الشيء وطلب متحسن ومتزايد بالتحسن في الفترة القادمة يدعم أسعار نفط الارتفاع وأيضا الاتفاق النووي الإيراني وضغط على الإنتاج الإيراني رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في شركة اكوتي جروب شكرا جزيلا لك شكرا لك اشتركوا في القناة